الجوزاء اه من واحد عشرين مايا والعشرين يونيا. اه الجوزاء الخريطة حياته هتتغير خالص بقى بشكل يعني بشكل واضح بسبب التلات كواكب الكبيرة اللي هيتغيروه من مكانهم. وده اه اما هيتحرك لوته بعد عشرين عام. اه هي الخريطة دي هيبقى نهايتها سعيد. اوكي. خلاص هيبقى فيه تقدم في الصحة والطاقة. هيبقى الدنيا ازرف. اه هتبقى الحب حلو جدا. خصوصا اه من اول سبعتاشر مايو. هادي هيدي لك الور حلوة قوي وكارزمة حلوة جدا. اه بعد كده اه لما المشترى هيتحرك هيدعم طاقت الروحية جدا. اه والولاد والشباب اللي بيدرسوا عندهم فرصة حلوة جدا للدراسة والتحصيل والسفر الخارجي كمان. اوكي. الصحة مفترض انها تكون جيدة متزنة جدا بالرغم من ضغط اه كوكب زوحة لطاقة كوكب زوحة علي. بس بعد تمانية مارس اه الدنيا هتتغير. هيبقى احلى كتير. اه 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 تحرك بلوتود اللي رايح جاي ده اه هيخليه اه لحد خمسة وعشرين. هيبقى عنده اه عنده خناقة كده بسبب التناقض ما بين الكوكب والبيت وطبيحته. بس اه هيعمل افتكاسة جديدة لصحته. وهي هيش في مختلف قوي يدعم بصحته. اوكي. الاسرح الواجهد ده ما فيهاش طاقة خالص. يعني ما بنقول ما فيهاش طاقة يعني ما فيهاش تأثير طاقة كواكب فيبقى الحال كما هو عليه. مش ما فيهاش طاقة يعني وحشة. احنا زي ما احنا راضين وحلوين اوي وهنا اه هتمشي الدنيا يعني. اه المريح ده هيبقى في بيت الاسرة اللي هو الاسد من حداشر يوليال ثمانية عشرين اغسطس ده يا اما هيعمل تأجل المشاعر والطاقة الحلوة يا اما هيعمل بعض الارتباكات والمشحنات. هلكم فاكرين من حداشر يوليال ثمانية عشرين اغسطس. خلينا نمشي الحياة بشكل هادي ولما تقزل ننزل نتمشى ما ناخد خشل الاخرية. نحاول نقلل المشحنات والخصوص ان برج الجوزاء بيحب جادل. لانه هوائي. كل الهوائيين بيحبوا جادلوا ويكسبوا الجولة فاحنا نحاول نركز في الحتة دي شوية عشان نمشي لازمة دي. اه طبعا الاخوات برضو بسبب تأثير كواكب هنطبع عشان نلحق كواكب ايه اوكي? اه هيحصل في حياتهم اه هتختبر حياتهم الزوجية. اللي عندهم اخوات الجوزاء اللي عندهم اخوات بيتجوزين هتختبر حياتهم الزوجية. ولو في نية للعزال من بيت لبيت يا ريت نأجلها للسنة الجاية. اه. السنة اللي هي اربعة وعشرين. اه اه احد الاولاد هتختبر زيجته برضو لو لو واحد او واحد ديوزيق عنده احد الاولاد مجاوز هتختبر زيجته. وبرضو الزواج مش مستحب للاولاد السنة. نأجل شوية. اه المال قوي مهنيا جدا. المال والعمل قوي جدا. اه المهنة قوية بالنسبة له. المستقبل العملي يعني مركز عليها قوي. والمال اقل اهمية بالنسبة له. يمكن عشان هو اه مركز حاجة. او راضي. يعني مهما الشيعة. حلص. اه بس هو مهتم قوي السنة دي بالمركز الاجتماعي واحساسه بالنجاح. اه قول ايه تاني. التغيرات المالية اه 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 احسن وقت يحصل فيه عشان الامر هو كوكب المال عنده. لما يبقى هتبتدي مشروع تبتدي والامر يعني هو هلال لحد بتاقى لما يبقى خمستاشر في الشهر. امر اربعة احتاشر. اوكي. اما يبتدي ينزل ما ناخدش بقى قرارات ايه? بيبقى الطاقة مسحوبة. اوكي. حلص كده. اه بس هو عنده اما هيدخلوا بقى الزوحل في بيت العمل اللي هو لما ينقل الزوحل الحوت يعني من اول تمانية مارس. هايقعد سنتين ونص. ومعاه بقى في نفس البيت نبتن بتاع ايه? الروحانيات. ام. طب زوحل ده المدرس والكلاسيكي والعملي والمنطقي والمادي واحيانا البراجماتي. لكن نبتن ده بتاع الروحانيات والسلاسة والرواءان والحساسية والحب والدين. الصراع اللي بين الطاقتين دول هيتعبوا قوي. هيتعبوا ممكن تعبوا نفسيا تلاقي نفسه شوية مكتئب. ممكن يبقى عنده صراعات كتيرة قوي في اخد القرار ايه واحد يعني. ام. ام. امشي مع الفلو. سبها على الله. هتاخد سكتة. ام. يعني مش لازم نزق يعني مش لازم دايما ايه نحط ايدنا يا اخي. ندي فرصة للاقدارية. ام. بس كده. فبالتالي صحة ظريفة. الصراعات اللي دي قلنا نسيبها مع الفلو. اه الحب والحال اكتو معي مثيرة جدا. زي السنة دي. ام. يعني فيها اكشن. طبعا اصحاب برج الجوزاء دول ما عارفوش عيش من غير الناس. اه وده ام هو المشترى اللي هو بتاع كوكب الحب بتاع برج الجوزاء موجود في الحمل. الحمل ناري. بعد ما اما هتحرك من من الحمل للطور اللي هو الترابي. اه سبعتاشر مايو. هيحصل تغير في الاداء في والحب والتصرفات وتغير في المتطلبات. ام. فاحنا هنركز من بعد سبعتاشر مايو. اه هتلاقي نفسك اكتر اه وضوحا وحازم واكتر قوة في التعبير عن عواطفك ومندفع. يعني فيه اخناء ما بين اه طبيعة الحمل اللي هي النارية. وجود الكوكب ده. اما يتنقل لكوكب لبرج ترابي. هيبقى فيه تناقض في الشخصتين. ام. يعني كمبليتلي. يعني ده ترابي وده ناري. بيدفو بعض. فالصراع ده هينعكس على العلاقاته العاطفية. فنركز فيها ويركز فيها والشركاء الجوزاء مااخدوهاش بيرسنل دي توك. اوكي. زعلوش يعني. اه. زعلوش. مبرد محكو. مبرد محكو.